موسيقى مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملاعب ملعبان نتجول بينهما في حلقة اليوم للحديث عن بطلين سمع التاريخ أحدهما أوروبي والثاني عربي في أوروبا سنلقي بطوء على الإنجاز الجديد لباير ميونيخ بمواصلة حصد البطولات وتحقيق لقب الدوري الألماني دون هزيمة حتى الآن هل هي عبقرية وتألق أم ديكتاتورية وتسلط من ألمانيا سنرحل إلى المملكة العربية السعودية وتتويج النصر رسميا بطل للدوري لتتغير الأغنية من متصدر لا تكلمني إلى بطل لا تكلمني اثنان من عمالقة كرة القدم العربية معنا هنا في هذه الحلقة هنا في الستوديو في أبوظبي معنا القائد الأسبق للمنتخبة التونسي وفريق فريبورغ الألماني الزبير بي وعبر الأقبار الاصطناعية معنا من العاصمة السعودية الرياض قائد المنتخبة السعودي السابق وقذلك القائد الأسبق لفريق النصر الكابتن فؤاد أنور مرحبا بكم كابتن فؤاد قبل الابتلاق الحلقة أخبرني الزبير بي بأنه ربما آخر مرة التقيت فيها كانت في المباراة الاعتزال أو تكريم الزبير بي أول شيء منسي عليك أخوي علي ومنسي على المشاهدين قناتكم وأيضا أخي وعزيزي زبير بي فحقيقة آخر مرة شفت فيها في اعتزالة ورحب فينا وأيضا زبير يعني لاعب كبير وأخ واستنسنا معه في اعتزالة وأيضا في تونس نتمنى إن شاء الله نشوفه في أقرب فرصة يجي عندنا للمملكة نعوض له نعوض له الزيارة اللي زرناه هناك نتمنى إن شاء الله نشوفه إن شاء الله إن شاء الله إذن مرحبا بك زباية من طبيعة الحال أهلا وسأل علي إذن قبل بداية الحديث عن الموضوع الأول لدي الحلقة باير ميونيخ نستعرض بعض مشاركات المشاهدين بشأن احتكار الفريق البفاري للبطولات المحلية ناسيم ربيع على فيسبوك يقول احتكار باير ميونيخ للبطولات جعل البندزليغة بطولة باهتة عثمان ناصري من جهتي يرى أن سيطرة البايرن على البطولات ساهم في ظهور فريق قوي ينافس على اللقب وهو دوتموند أما الزبير المحجوب فيعتقد أن باير ميونيخ فريق عالمي ومن حقه شراء أغلى اللاعبين في العالم وهذا يساهم في حصده للبطولات علي الجبوري على جوجل بلاس يقول تألق البايرن سببه إدارة جيدة ولعبون مثابرون بنكهة البطولات شادي الشريف على تويتر يرى أن استحواذ باير ميونيخ على البطولات أدى إلى عدم وجود منافس قوي له في السنوات العشر الأخيرة أخيرا نوردتين حسن يقول باير ميونيخ فريق متكامل تكمن قوته في اللاعب الجماعي وخبرات لعبيه المخضرمين إذن نبدأ الحديث عن باير ميونيخ أبدأ معك زبير سمعنا الكثير عن باير ميونيخ هذا الموسم الأهداف الجميلة والانتصارات كل شيء إيجابي بالنسبة لفريق باير ميونيخ لأن نتحدث عن الجانب الآخر لفريق باير ميونيخ هل سياسة النادي تخدم فعلا مصلحة الفريق؟ أكيد من أول على المدى البعيد من خمس ست سنوات الفريق عنده ركائز المنتخب ركائز الفريق ألمانية أبناء النادي لما نسمي لامش فاينشتايجر كروس هؤلاء ملاعبين أبناء النادي كروس في وقت ما أعروه لليفر كوزن ترجع مستواه رجع لباير ميونيخ يعني استراتيجية ذكية جدا ولكن من يشرف على استراتيجية؟ بيكنباور رومينيغ أولهنس يعني ناس وزادوهم على هذا ماتياس سامر حتى فعل مستوى المسؤولين انتدبوا من أبرد ما فيه في الأندي الثانية أنا أعتقد استراتيجية جيدة جدا الفريق هذا استمت قوتو من خسارة تشامبيونز ديج على أرضه ضد تشيلسي لم ينهار الفريق بالعكس واصل اليوم المنظومة العصيرة لكورت القدم الجانب المادي إدارة توفر أموال طائلة وطائلة جدا إدارة فاهمة كورت القدم عندها في الماركتينج عندها في التسويق عندها في كل المجالات الدليل الأكبر دليل على هذا الفريق الوحيد اللي قدر يقنع كورديولا بعد برشلونا يعني كانت له فرصة أن يدرب الماني يونايتد كانت له فرصة أن يدرب السيتي كانت له فرصة أن يدرب تشيلسي في الأخير مسؤولي البايرن هم الوحيدين اللي أقنعوه والفريق أكيد فاز بالشامبيونز ليج الأخيرة كذلك نقطة مهمة جدا للعائدات المائلية مهمة جدا للتتويجات اللي نشوفها في الوقت الحاضر والجانب المادي أكيد هو المحوري اللي يوفر موارد للفريق تخليه ينتد بأبرز اللاعبين نقطة أخرى مهمة جدا في الكواليس عليه هي قوة النادي في لاعبه اليوم فليب لام شفاينشتايجر يقنعوا نوير بأنه يغادر شالك ويجي للبايرن لما كانوا في المنتخب يعني اشتغلوا على نوير على أساس يقنعوه يجي للبايرن من خلال شفاينشتايجر والام في المنتخب أنا أعتقد هذا كله يتكلم في حساب البايرن كابتن فؤاد لما يكون عندك فريق يسيطر بهذا الشكل على أي دوري في العالم خاصة في الدوريات القوية فريق يفوز بلقب الدوري قبل نهاية الدوري بسبع جوالات أكثر من عشرين نقطة فارقة بينه وبين ثاني منافسيه ألا يضر هذا بمنتخب الوطني ألا يضر بروح المنافسة في هذا الدوري أنا في وجهة نظري بالعكس أنها تعطي للمنتخب قوة عندما يشارك اللاعبين وأكثر اللاعبين أساسيين في المنتخب وأيضا البطولة الأوروبية ولكن حقيقة هذا الفريق يعني شاهدنا من سنوات طويلة اللياقة العالية الروح العالية ولكن هناك سر يعني أنا في وجهة نظري عندما تكون إدارة واعية وإدارة أيضا لها في إنجازات وأسماء كبيرة تدير هذا الفريق رومونيكي وأيضا بيكمباور وأيضا اختاروا المدرب المناسب حقيقة لجلبه للفريق الفريق يملك جميع العوامل الجيدة وأنه يحقق بطولة ولكن أضافوا عليه قرديولا يعني اللمسات الأسبانية الآن اللي موجودة في كرة القدم هي أفضل منتخب وأفضل الفرق في أسبانيا اللي تتناقل الكرة بشكل سلس وبشكل أيضا مخيف لجميع الفرق أنا أتوقع أن قرديولا قدر أن يحط لمسة مع هذا الفريق فالثلاث العناصر اللي دائما تتمناها في الفريق ويعرفها زبير بيها هي إدارة واعية وإدارة أيضا رياضية وأيضا لاعبين على مستوى عالي وأيضا مدرب لا اسمه لا بصمتها فهذا ما تحتاج كرة القدم حقيقة موجود في بارمينغ نعم زبير كابتن فؤاد أشار إلى بعض العوامل التي احتجى أي فريق للنجاح منها الإدارة الوعية وعي الإدارة لكن هل وعي الإدارة هو فقط مقتصر على منفعة ومصلحة النادي على عركة الفرق الأخرى لأنه شاهدنا كل ما يظهر ويتألق لاعب في فريق آخر يقوم فريق بايرمينغ بشراء هذا اللاعب سواء كان يحتاج إليه الفريق كلاعب أساسي أو فقط على ذكات الحتيات فقط لحرمان الأندية الأخرى من خدمة هذا اللاعب هذه من قانون كرة القدم أو قانون الجانب المادي اللي كنت نحكي عليها عليه الفريق عنده إمكانيات رهيبة جدا نتخليه ينجلب كوتس من دورتموند المنافس المباشر اللي كان يمثل صداع في الوقت الحاضر أكثر الحديث على ليفندوفسكي ثاني أقوى لاعب خلنا نقول تأثيرا على مستوى فريق دورتموند يعني هذا كله يربك المنافسين ولكن بقانون كرة القدم حسب اللوائح يعني مش بالسارقة يعني مباشرة عرض طلب يعطيك المردود المادي دورتموند يرضخ للصفقة المادية الكبيرة ويفرط في لاعبه أنا أعتقد هذا صار من قبل في باير ميونخ يمكن فيه كارلس روى فريق كبير في أوليفر كان وفي فونك وفي أفنبيرغ وفي لاعبين كبار جدا نفس الشيء صار اليوم كارلس روى في الدرجة الثالثة أنا أعتقد بطريقة شرعية هذا هو ما نقدر نقوله وبعدين أكيد كان في حق دورتموند أن يحفظ بلاعبه ولكن الجانب المادي عرضوا طلب في الاحتراف يفرض على الفريق أن يفرض في لاعبه اليوم معنا كارلس روى فواد ويعرف أنه في السعودية وصلوا لمرحلة مهمة جدا بموضوع العرض والطلب نشوف لاعبين ينتقلوا ما كان ولا واحد يتوقع أن يشوف الشمراني يغادر الشباب ويروح للمنافسين للهلال أو هزازي أو 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 هذا منطق قورة القدم لابد أن نفهم أنه فيها عرضوا طلب الجانب المادي أكدت عليه أكثر مرة بالنسبة للبايرن ميونخ أنا أعتقد مزال في صفقات كبيرة بالنسبة للبايرن ميونخ ومزال عنده مجال قوي أنفسهم الجانب الكوروي مهم جدا لأنه في نهاية الموسم الذي فات كان أريان وروبر خارج الموضوع يعني وقع على الحديث الكبير على أنه فرّت أضاع أكثر من فرصة في نهاية شامبينز ليغ ولكن في الأخير سجل الهدف اللي فاس بيه في تشامبينز ليغ تغيرت استراتيجية كاملة وابقى روبن وصار مصدر قوة الموسم هذا كيفية التعامل مع ريبيري كيفية التعامل مع عديد اللاعبين كروس يعارتو ليفر كوزن العودة عديد اللاعبين وأكثر من هذا الانتدابات اللي يفشل فعل فريق عليه هنا القوة الإعلامية جانب آخر مهم جدا بالنسبة للبايرن اللاعب الأسباني اللي دفعوا فيها 40 مليون في الأخير فشل بين ظفرين يعني أخفاو الفشل يعني 40 مليون رقم كبير جدا على لاعب محصة لا مركز ارتكاز ولا قلب دفاع ولم يقنع إلى حد الآن في البايرن أنا أعتقد حتى الجانب الإعلامي بايرن هو الأقوى بصراحة كابتن فؤاد هناك بايرن مينيخ أقوى في كل جوانب إعلاميا ماديا وحتى من ناحية التتويج والألقاب الاعتماد فريق بايرن مينيخ في الأوين الأخيرة على غورديولا الإسباني على بعض اللاعبين من أوروبا خاصة من إسبانيا بعض اللاعبين من برازيل هل هذا اعتراف من الكرة الألمانية بأنه زمن الكرة الألمانية الأسلوب الألماني قد ول وأن الآن أسلوب اللاعب الإسباني تيكي تاكا واللعب تمريرات والاستحواذ على الكرة شوف حقيقة الكرة الأسبانية هي جدبث الجميع يشيد فيها المنتخب الأسباني يحقق أرقام قياسية سواء في بطولة كاس العالم أو في بطولة أوروبا أيضا الفريق الأسباني عندما يلعب في كاس العالم من الصعب أنه يخسر الكرة وأنا أتوقع أن العالم الأوروبي انبهروا أيضا بهذا التكتيك وهذه اللمسات وهذه المدرسة وأيضا حتى عندنا في المملكة مدرب أسبان بدأوا يأتون وأيضا منهم مدرب المنتخب السعودي وكل يتأمل أن فريقة أو منتخبة أنه يأخذ جزء على أقل من هذه اللمسات ومن هذه الكرة السهلة والكرة السليسة الجميع يعني أنا أقول معجب سواء في المنتخب الأسباني أو في برشلونة عندما كان في عنفوانا عندما كان برضو معه غارديولا غارديولا قدر يحقق نتائج كبيرة وأيضا بطولات مع فريقة فأنا أتوقع أن الكرة الألمانية لن يقصها شيء يعني الكرة الألمانية التي يعجبني فيها أن تشاهد السرعة موجودة القوة موجودة الانضباط التكتيكي الذي هو أهم شيء نعتبره في كرة القدم الآن الحديثة موجود يعني في 2002 كان دخل منتخب ألمانيا في كاس العالم وهو منتخب جديد يعني البعض لم يرشع المنتخب الألماني ولكن الألمانيين دائما يفاجئون الجميع ولعب على النهاية مع منتخب البرازيل وخسر هذا النهاية لكن ما حد كان يتوقع أن يكسب أن يصل إلى النهاية الكرة الألمانية حقيقة حتى هي يعني سواء فرق أو منتخبات لها باع طويل أيضا في عملية الروح وعملية أيضا اللياقة وعملية ونحن شفنا مثلا بار ميونيخ العام الماضي عندما حقق بطولة أوروبا صفق جميع الفرق الكبيرة بنتائج غير معقولة صحيح علي بستعقيم بسرعة بسرعة الجانب الذي أضافه غورديولا لبيرن ميوني أخوه الجانب النفسي هو الذي تميز به برشلوني يستحوذ على الكرة إلى درجة أنه يستفزك إذا خرجت وفتحت يسجل عليك يقول يهاجمك ويهاجمك أقل عدد من اللاعبين سفر مهاجم يلعب برشلوني ولكن عند إنهاء الهجمة تحصل لك سبع لعيبة يعني في إضافة كبيرة وفي قراءة كبيرة من مسؤولي البيرن لإضافة غورديولا لأن كل انتقد الاستغناء على هونس لفاسب الثلاثية لفاسب الشامبينز نيج اللي يعطى اللي يفاسب السبع على برشلونة ذاهب جاي أنا أعتقد مرة أخرى يتكلم هذا في صالح إدارة البيرن نعم إذن هذا يحسب لفريق بيرن مريخ وإدارة فريق بيرن مريخ نوصل الحديث كابتن أنور كابتن زبير بعد هذا الفصل حيث سننتحول الحديث عن ملعب آخر وبطل آخر فريق النصر السعودي وتنوجه بلقب الدوري السعودي نحن معا إذن مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج ملاعب ونبدأه باستعراض لمشاركات المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي حول فريق النصر بالدوري السعودي إبراهيم إبراهيم على فيسبوك يقول عودة العالمين من الصاتف التويج ترجع إلى التخطيط السليم لإدارة النادي والاعتماد على اللاعبين المحترفين سالم السويدي من جهتي يرى أن النصر فريق منسجم ومتماسك ولديه العزيمة على إحراز البطولات أما حمادة على علي فيعتقد أن فوز النصر بالدوري السعودي جاء الصدفة لأنه لم يجد منافسا قويا هذا العام محمد العبداللي من جهتي يشير إلى أن وجود لعبين ذوي كفاءة عالية ومساندة الجمهور النصراوي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بالدوري أحمد الفهيد على تويتر يقول التحكيم وضعف الأندية المنافسة هي السبب في فوز النصر بالدوري السعودي أخيرا محمد الفيصل على جوجل بلاس الكبير أو إيجابي في رفع مستوى المنافسة من الأندية واللعبين لما يساعد على رفع مستوى المنتخب أبدأ للحديث عن هذا الموضوع من العاصمة السعودي الرياضة مع الكابتن فؤاد الأول شيء مبروك تتويج النصر بلقب الدوري الله يبارك فيك الكابتن بالنسبة كان هناك تعليق من أحد المشاركين بخصوص الجمهور نبدأ أول شيء بالجمهور الغياب طويل لفريق النصر عن منصات التتويج لكن لم يكن هناك يأس لدى الجمهور الدعم تواصل المساندة تواصلت حتى أتى كل العوامل كل شيء أتأكله في هذا الموسم بالفوز باللقب الدوري السعودي حقيقة الجمهور النصراوي ضرب مثل كبير في حضوره ومسانده للفريق النصراوي في الأربع سنوات على أقل الأخير الذي حضر فيها الأمير فيصل صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن تركي كل ما جاء قرب في كل موسم الجمهور يتكاثف والجمهور أيضا يتواجد في المدرج يتأمل على حصول بطولة السنة هذه أنا أتوقع من بداية الموسم إلى نهاية الموسم والجمهور دائما حاضر وليس في منطقة الرياض إنما في جميع مناطق المملكة كان جمهور النصر يملأ المدرج وأيضا يساند فريقه هو في وجهة نظري أطلق عليهم عامر عبد الله هو صادق في آخر مباراة علق عليها بين الشباب والنصر إن جمهور النصر هو الفيتو بالنسبة للفريق النصر عوامل كثيرة حقيقة في هذا الموسم ساعدت الفريق النصراوي أيضا ووصل إلى ما وصل إليه يعني 18 سنة فريق كبير مثلا زي النصر أيضا له أسماء كبيرة أيضا مثلت الكرة السعودية وأيضا حققوا يعني ألقاب وأيضا ألقاب حتى على مستوى اللاعبين النجوم اللي ظهروا في تاريخ النصر أن يغيب 18 سنة عن بطولة دوري هذا أنا أتوقع أنه كبير جدا وهذا اللي حفز الجمهور أنه يريد فريقه يعود إلى منصات التتويج السنة هذه يعني النصر حقق كأسولي العهد وأيضا حقق أيضا الدوري ولكن سنتحدث يعني فيما بعد إذا عطيتنا فرصة عن العوامل اللي ساعدت الفريق النصراوي في الوصول إلى منصات التتويج نعم نبدأ الحديث عن العوامل الآن أبدأ معك في هذا النقطة بالضبط تحدثنا عن باير ميونيخ تحدثنا عن قوة هذا الفريق وربما بعض الجانب الجانب الطعف لدى الفريق من أحيان تعامل مع الأندية الأخرى بالنسبة فريق النصر هل العوامل هل قوة فريق النصر أم ضعف الأندية الأخرى أم مزيج من الاثنين أنا أعتقد المزيج من كل شيء لأنه لو الفرق الثانية ضعيفة وانت ما تستغل هذا الضعف أنا خدمة فيش بالدوري أنا أعتقد استراتيجية طويلة المدى الأمير فيصل بن تركي ما شاء الله يعني تحسوا أنه فهم الموضوع إدارته كذلك الانتدابات اللي يجلب انتباهي علي أني تشمل الجانب الفني ولكن شملت بدرجة كبيرة شخصية الفريق لما نشوف انتدابة محمد نور يعني أكيد شخصية أكثر منه جانب فني أو مهاري أو كوروي الشهري جانب كوروي نتفق فيه المحافظة الحسين عبدالغني الشغل على شخصية الفريق أنا أعتقد مع بعض الركائز الثانية توفر على مدرب كذلك موسم ونص تقريبا تخسر مباراة واحدة كارينو اللي مع الهلال يعني في العودة أنا أعتقد أنه فيه اختيارات موافقة جيدة اللي يفوز بالدوري والترتيب لا يكذب أنه هو الأحسن خسر مباراة واحدة فاس بعشرين مباراة سجل يعني رقم محترم الاهداف عنده حارس جيد عنده ثلاث أربع لعيبة في المنتخب وحتى الأجانب يعني مش بالإضافة يعني ممكن نقول أبرز هو محمد حسين يعني مش عارف كابتن أنور يوفقني ولا الإضافة كان ممكن لو فيه أجانب أحسن كان يكون أكثر إضافة للفريق أيلتون برزش في نهاية الموسم يعني في وقت ما كان محل انتقادات إيفيرتون من قبله نفس الشي أنا أعتقد أنه اللي فوس بالدوري فيه استحقاق كبير فيه شغل كبير فيه صمود كبير الدوري السعودي بالتحديد بالنسبة لها شخصيا دوري صعب لأن المنافسة فيه مش بين فريق أو اثنين منافسة دين فين تاث أربع يعني أندية محترمة جدا يمكن تفوز على أي نادي والدليل على ذلك مباراة الشباب الأخيرة يعني ما كانت سهلة آخر كرة في المباراة كان ممكن الشباب يحط النصر في وضع صعب جدا أنا أعتقد أنه الدوري السعودي اللي يفوز به ما فيه جانب التحكيم للأمان أنا شفت أن الحكام في أغلب المباراة المهمة يكونوا أجانب ومن أسماء محترمة جدا ولذا أنا أعتقد مع الأعلام السعودي مع الضغط الدوري السعودي النصر استحق الفوز باللقب كابتن فؤاد بالنسبة لأشرت إلى العوامل نبدأ نتحدث عن العوامل حسب رأيك التي ساهمت في فوز النصر أو تتواج النصر بلقب الدوري حقيقة النصر يعني بعد ما جاء فيصل بن تركي يعني الآن رابع سنة فيصل بن تركي الثلاث سنوات الأولى يعني خسر فيها أموال طائلة يبحث عن هوية الفريق ويبحث عن اللاعبين المناسبين ويبحث عن المدرب المناسب أنا أتوقع في السنة الأخيرة كانت له اللي هي هذه السنة السنة الرابعة في ترشيح في وجود على رأس الهرم في رئاسة النصر أنا أتوقع أن السنة هذه جلب لاعبين مهمين للفريق السنة هذه أنا في وجهة نظري اللاعبين المحترفين لم يخدموا نادي النصر بالشكل الكبير ما عدا اللاعب ألتن ونحن نعرف أن الدوري السعودي أغلب من يحقق هذه البطولة بطولة الدوري خاصة في العشر سنوات الأخيرة لا بد يملك لاعبين أجانب على مستوى عالي ويبد يملك من الأربع الأجانب يملك على أقل ثلاث لاعبين يكونون على مستوى عالي أنا أتوقع النصر حتى في السنة هذه باستوس بد لاعب كان كويس وقام بالدور لكن فيه فترة من الفترات لم يقدم مثلا شيء اللاعب الوحيد الذي قدم بالنسبة لألتن وأيضا وشاطر الرأي أخوي زبير على محمد حسين من أفضل اللاعبين الأسويين الذين حضروا إلى المملكة مع فريق نعم كابت الفوت وأعطى يعني وأعطى الشيء الكثير لفريق النصر لا ننسى أيضا خبرة حسين عبدالغني وأيضا محمد نور أفادت الفريق بشكل كبير توفق وفي مدرب كارينو قدم للفريق أيضا الشيء الكثير أنا أتوقع من يقول أن السنة هذه الدوري ضعيف أخال فراي الهلال عنده لو فازم مباراة الجاية سيكون عنده 63 نقطة النصر عنده الآن 64 نقطة أنا في وجهة نظري جميع الفرق التي شاركت في الدوري الفرق الخمسة الكبيرة لا تملك دكة احتياط جيدة صحيح كابت الفؤاد تفوق على جميع الفرق بدكة احتياط نعم كابت الفؤاد سنعود بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا لنوصل لحديث عن فريق النصر ألقاكم بعد قليل مشاهدينا مرحبا بكم في هذا الجزء الأخير لكن جد قصير من هذه الحلقة كابت الفؤاد للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة برنامج ملعب برنامج جد قصير نود أنه نهني ونهني فريق النصر على التتويج بلقب الدوري وإضافة لقب الكأس الزبيبية أنا بدوري أهني أمير فيصل بن تركي أهني كل لعبين كارينو لطار الفني وكابتن فؤاد أكيد وجمهور النصر وكله إذن شكرا لك كابتن فؤاد شكرا على المشاركة في هذه الحلقة شكرا كابتن زبير نراك تقريبا لما يتتويج فريق يحمي فريق أشكر من طبيعة الحال ضيفي بخاصة ضيفي فقد أنور الذي شارك معنا من العاصمة السعودية الرياض أشكركم بذلك مشاهدين وإلى لقطة الختام التي نخصصها بالكامل لكأس دبي العالمي أغلى سباقة الخيول والذي أقيم يوم السبت في مدينة دبي الإماراتية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة